اشتركوا في القناة خلايا رادية منعزلة ستميز شمال الصحراء والجنوب الغربي بينما اجواء مشمسة تماما بالجنوب الشرقي لغاية وسط الصحراء للإشارة الرياح ستكون معتدلة إلى قوية نسبيا بأقصى الجنوب الغربي إلى غاية وسط الصحراء ستعمل على نشاط بعض الزواب عربية وتبقى دائما خلايا رادية نشاطة موسمية تخص أقصى الجنوب إلى غاية مرتفعة الهوغار وتسلي احتمال لأمطار محلية خاصة بأقصى الجنوب الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد تكون دافئة على كل المناطق الشمالية تفوق العشرين درجة حرى بشمال الصحراء الواحد أقصى الجنوب الغربي وأقصى الجنوب بين 30 إلى غاية 33 درجة في حين لن تتعدل 22 درجة بمرتفعات تمنرس خلال ظاهرة الغد الحرارة تبقى في الموعد خاصة نحو المناطق الداخلية الغربية 43 درجة منتدرة بغليزان بمعسكر بشلف بعين دفلة في حدود 41 درجة بقسنطينا وباتنا تبقى فصلية بسواحل لكن دائما نسبة رطوبة عالية تتراوح من بين 33 إلى 34 درجة أجواء حارة دائما تميز كل مناطق الجنوب الكبير عادة بمرتفعات الهوغار والتسلي ما بين 36 إلى 39 درجة بينما تفوق 40 درجة على المناطق الأخرى تصل إلى غاية 46 درجة بتندوف فيما يخص الملاحة والسيد البحر يوم الغد البحر سيكون جميل إلى قليل الاتراب نحو سواحل الوسطى والشرقية الريا من خضراء إلى برتقالية الرياح تصبح معتدلة خلال ظاهرة بسواحل الوسطى والشرقية ضمن تيارة شرقية تماما درجة حرارة مياه البحر تبقى معتدلة تقارب 26 درجة مئوية فيما يخص وقت شرق الشمس بحتى الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الخامسة صباحا و51 دقيقة والغروب على الساعة السابعة مساء و56 دقيقة مشاهدين أشكركم